حينما ترتبط الدفعية بعقيدة التوحيد فحينئذ تكون الدفعية أو يكون التوحيد والإيمان هو أقوى أسباب الدفعية لأن الذي يعيش توحيد يعيش في عزة وسموه والتعلم والترط الدفعية يعني لا تنتج عن ذل وهوان الذي يتخبص في ظلمات الشرك إنسان ذليل يفقد الدفعية لأنه عبد لهوى عبد لهوى عبد لآلهة متعددة عبد لرغباته ونزواته فلا تصار عنده دفعية نحو حتى الحياة الحياة عنده ملذات ولذلك أصحاب التوحيد وأهل التوحيد تعظم عندهم الدفعية لأنهم يرون في هذا التوحيد أن النسة وسية لا طبقية المجتمعات الطبقية تقتل بل تموت عندهم الدفعية عند أفرادها لأن أصحاب الطبقة الدنيا يرون أنهم لن يرتقوا إلى أهداف الطبقة العليا وبالتالي دفعيتهم بقدر طبقتهم لكن حينما يعني يا أيها النسي إننا خلقناكم من ذكر وأنسى ودعناكم شعوب وخبائل لتعارفوا إن أكرمكم حينما يسود هذا المبدأ تثار الدفعية ترجمة نانسي قنقر